والمصريين بالمناسبة هم طولوا عمرهم حاجة تانية سنة 1902 اتولد راجل عظيم جدا الى ابعد من التصورات التقليدية بتاعتنا دكتور حامد جوهر دكتور حامد جوهر يمكن جيلنا يعرفه باعتباره دكتور حامد جوهر برنامج عالم البحار اللي كان بتزعي الساعة خمسة العصر انا كنت متابع يعني منتظم ما بفوتش حلقة وادعي ان انا استفدت كم استفادة مزهلة من كلام دكتور حامد جوهر وما كان يعرضه في هذا البرنامج العظيم وده برضو يوريلك تاريخ التلفزيون المصري عامل ازاي ده برنامج كان بيعرض في فترة التمانينات وفضل مستمر الى ان توفى الدكتور حامد الله يرحمه سنة 1992 حلو؟ بس دكتور حامد جوهر اكبر بكتير جدا من برنامج علام البحار دكتور حامد جوهر عشان بس تبقى عارف ده واحد من ضمن مجموعة قليلة عملوا ما نعرفه الان باسم قوانين البحار دي حاجة تدرس دائما في الكليات بتاعة العلوم السياسية كليات الاقتصاد كليات القانون لا تستطيع ان تذهب الى امتحانات وزارة الخارجية علشان تبقى ديبلوماسي من غير ما تبقى قريط قوانين البحار كويس عشان ده موجود في الامتحان ده على سبيل المثال لا يوجد ديبلوماسي في الدنيا الا ولازم يبقى فاهم يعني ايه قوانين بحار كويس جدا دكتور حامد جوهر كان من اولئك الاوائل الذين ساهموا في ان يبقى في حاجة اسمها قوانين بحار ده كان سنة 1951 كان هو مستشار الامين العام للامم المتحدة في اول مؤتمر اممي يتعمل لحاجة اسمها قوانين البحار اعود بقى اكلمك على درجاته العلمية وابحاثه وتكريماته حقيقي حقيقي الحلقة هتخلص تجد انه جوجل محرك البحث العالمي الاكبر والاشهر يحتفي ويحتفل بذكرى ميلاد دكتور حامد جوهر عالم البحار والمحيطات الكبير والشهير واحد العلماء الاكبر في هذا المجال على مستوى العالم قاطبة بالمناسبة استعانة الامم المتحدة بدكتور حامد جوهر لم تكن استعانة مرة وحيدة في 51 استمرت استعانة الامم المتحدة بدكتور حامد جوهر لسنوات وسنوات يعني استعانوا بعلمه وبخبراته على سبيل المثال في ايجاد اتفاقيات وقاليات للحفاظ على البحار والمحيطات من التلوث يعني دكتور حامد جوهر ده لوحده موسوعة هو الوحده موسوعة وتكتب عليه موسوعات يعني فانا اشجعك جدا بهذه المناسبة وهي ذكرى ميلاد دكتور حامد جوهر اشجعك جدا انك انت هتلاقيها موجودة بالمناسبة على اليوتيوب الحلقات بتاعت دكتور حامد جوهر كانت حلقات اسبوعية برنامج عالم البحار قعد 18 سنة اضرب بقى 18 في 52 اسبوع شوف هيطلعوا كم حلقة حقيقة هتستفيد حاجات كتير جدا عن الحياة البحرية وعلى قوانين البحار حاجة عظمة يعني خلي بالك ان احنا كنا نقعد نتفرج وانا اظن جيلي كله كان يحب البرنامج ده اولا كان برنامج شيق وممتع دكتور حامد جوهر كان عنده اسلوب شديد السهولة يبسط لينا عالم الاحياء المائية والبحرية واحنا نتفرج عليه كنا اطفال يعني مش حتى برنامج رايح للمتخصصين انت شايف الدنيا كانت عاملة ازاي انه عندنا علم عاملين ازاي هل سلسال العلم المصريين خلص هو عمره ما خلص من ساعة ما كان في حاجة اسمها مصر من اكتر من 8000 سنة ارجع على طول لمخطوطات مانيتون السمنودي من سمنود عشان كده بنسميه السمنودي يعني مانيتون ده مؤرخ مصري عظيم اظنه اظنه كان في الدولة الحديثة لو انا فكر مزبوط يعني اظنه كذلك الدولة الحديثة ازيزه صح ازيزه غاوي برضو تاريخه ومصرياته حاجة حلوة كده لا ازيزه حدوته وبيعمل شغل بالسلك والحديد هبقى مره فرقه عليها اخدها منه حطها هنا عالطربيز فتابعوا البرنامج اتفرجوا علي اه برنامج التساعد اكيد لكن ارجعوا تاني البرنامج عالم البحار رحمة الله على عالمنا الكبير الشهير العظيم دكتور حمد جوهر